ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول السيد حسين سبعاوي المحلل السياسي أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين أهلا وسهلا بك بداية منظمة هومورايتسواج قالت اليوم إن مراقبين دوليين وثقوا عمليات إعداما ارتكبتها القوات الحكومية في موقع غربي مدينة الموصل إلى متى نوثق الجراء في العراق دون مقاضات ومحاسبة لمرتكبيها بسم الله الرحمن الرحيم هناك قضيتين في العراق القتل غير القانون القتل خرج القانون والفساد الإداري كلا هذين القضيتين أصحاب هذه القضيتين يوثقون جرائمهم ويبثوها على النيت لا يوجد مجرم لا يوجد مجرم ولا يوجد فاسد يوثق جريمته ويبثها على التلفاز أو على النيت أو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدرك أن هناك عقوبة من أمن العقوبة أساء الأدب هذا البث وهذا الإعلان عن الجريمة وتوثيقه وبثه هو تحديا للدولة وتحديا للمستمع الدولة وتحديا للقضاء العراقي هذا ما رأيناه في أي دولة من الدول إلا في العراق للأسف هذه حالة غريبة جدا وشاذة لا تتناسب مع أي أخلاق ومع أدنى ضابط من الضوابط التي تكون سواء في الحرب أم غير الحرب أنا لم أجد في العالم مثل ما يجري في العراق من توثيق المجرم لجريمته ثم يبثه على النيت نعم هناك مخيم هو مخيم برطلة مهمل من قبل الحكومة العراقية حتى أنه لم يدرج إلى منظمات حقوق الإنسان مصادر أمنية تؤكد أن سبب إهمال النازحي مخيم برطلة متعمد من قبل المسؤولين الحكومين هل يعقل أن يلجأ هؤلاء إلى هكذا أساليب بحق من سحقتهم أصلا الظروف المعيشية السيئة في المخيم؟ بالتأكيد يعقل إذا كان الأسلوب الطائفي هو السائد في الحكومة العراقية هذا المخيم في هذه المنطقة هي منطقة اسمها سهل نينة ويسيطر عليها الحشد الطائفي الشبكي الذي يقوده مسؤول هذا الحشد هو جعفر القدو وبالتالي النفس الطائفي عادة ما يكون أسلوبه انتقامي وحاقد فهذا الحشد هو المسؤول عن حجز هؤلاء أعتقد أنه بلغني أنه منذ أمس إلى اليوم بدأ نقل هذا المخيم إلى مناطق حمام علي لكن حتى النقل كان مهان لهؤلاء الناس الأبرياء اللي هم بأمس الحاجة إلى المساعدة من الحكومة في حين حصرتهم في هذا المخيم لأهانتهم والانتقام منهم صحيفة الاندبندنت البريطانية أكدت مقتل أربعين ألف مدني في الموصل بسبب كثافة النيرا من قبل التحالف الدولي والقوات الحكومية من يحاسب هؤلاء على قتلهم هذا العدد من الناس؟ بداية في بداية معارك الموصل صرح البنتاجون مسؤولين في البنتاجون أنه عدد المقاتلين من التنظيم من داعش من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف مقاتل السؤال هنا أربعين ألف مقاتل والأرقام مرشحة للزيادة فمن هم البقية؟ إن سبب قتل هؤلاء الأبرياء من المدنيين هو أنواع الأسلحة المستخدمة استخدمت القوات العراقية والتحالف الدولي أسلحة ثقيلة لا يمكن مواجهة جماعات مسلحة في مناطق سكانية هذا لا يمكن بأي مبدأ من بعد العسكرية فبالتالي أنواع الأسلحة والحقد الطائفي من بعض المشاركين في هذه العملية هو كان السبب في زيادة استداف المدنيين وأي معركة يكون عدد القتلى من المدنيين أكبر من عدد المقاتلين فمعناها هي معركة مستهدفة المدينة بذاتها وليس مستهدفة هذا التنظيم الخارجية الأمريكية تهمت إيران بدعم الإرهاب ودعمها ميليشيا الحجد في العراق والحثيين في اليمن وحزب الله في لبنان هل تتوقع تغيرا في الموقف الأمريكي من الحجد؟ أنا أعتقد العلاقة الأمريكية الإيرانية هي علاقة استراتيجية وإن وجد خلافة هناك خلاف تكتيكي الخلافة لا يمكن ولا أقتنع فيه من الأيام أنه الولايات المتحدة ستلجم إيران وتستهدفها كما استهدفت العراق لأنه كما قلت لك أنه خلافهم تكتيكي وحلفهم استراتيجي لكن ألم تكن هذه القوات قوات التحالف هي المظلة الجوية لهذه القوات ألم تدرك أقمار مصرعية ألا توثق ما الذي تفعله هذه القوات في المدنيين لكن عندما بدأت تنتهي المعركة بدأت تصدر مثل هذه التصريحات وللأسف أنه كانت هذه قوات الحجد وغيرها من الميليشيا سواء في العراق أم غير العراق جميعا كانت تقاتل المواطنين وتقتل المواطنين تحت مظلة الأطيران الأمريكي وكذلك الطيران الروسي في سوريا حيدر لبادي يتعهد بإبقاء ميليشيا الحجد وزيادة رواتب عناصره هل سيكون الحجد في العراق نسخة من حرس التوري الإيراني برأيكم وما سبل مواجهته أعتقد الحشد لم يؤسس ليحل صدق العباد في تصريحه ولأنه أسس لتكتمل الطبخة للحشد جناحا سياسيا كما قلت سابقا وهو الاعتلاف الشيحي فكان بأمس الحاجة إلى جناح حسكري طائفي يسند هذا الجناح الآن اكتملت الطبخة ما بين الحشد الجناح العسكري والاعتلاف الشيحي الجناح السياسي لسيطره على العراق هذا أولا ثانيا ما أسس الحشد كما يقال لمواجهة داعش بل العكس أنشئ الداعش ليكون الحشد فبالتالي الحشد سيكون له إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه سيكون النسخة الثانية للحرس الثوري الإيراني أما مواجهة هذا أنا أعتقد السنة اليوم السنة في العراق ومجموع العراقين الذين يعانون من هذه الحكومة الطائفية يصعب عليهم تغيير الوضع بصورة عاجلة عليهم أن يبحثوا عن حلفاء لمواجهة هذا التمدد الإيراني ولا يوجد حليف يعمل مجاني مع أي دولة ولكن أي حليف في العالم مهما يكون لن يكون ثمنه كما هو الثمن الإيراني الذي هجر المواطنين وغير هويتهم وبدأ في تغيير الديمغرافي داخل العراق وأنهى اللحمة الوطنية بين العراقيين فبالتالي أعتقد أنه مواجهة الحشد ومواجهة هذا الحلف الإيراني أعتقد يحتاج إلى دعم خارجي لأهل العراق ليستطيعوا أن يتخلصوا من براث هذا العدو الذي جثم على صدورهم المحلل السياسي حسين سبعوي كنت معنا شكرا جزيلا لك لانضمامك لستوديو الرافدين شكرا جزيلا لك